وين أحلى حاجة ربما أنه يكون الطفل فعليا موجود فيها في السينما تقاليدنا لصنع أفلام موجهة الأطفال ما زلت نوعا ما جديدة في مجتمعاتنا العربية فعلا موضوع جميل جدا وعشائك وهناك العديد من الأمثال لأفلام أطفال انتركوا بذكرتنا أهلا وسهلا فيكم ببودكاست جديد من سينما سينما اللي تعودنا للتأقى أسبوعية اليوم رح نحكي على سينما الطفل من زوية عديدة أفلام الأطفال هي أفلام مختلفة كيف تم إدارة التمثيل فيها شو بتطلب مهارات مواضيع الطفولة مشاكلها كيف تم طرحها بالأفلام كلها رح نحكيها صحيح اليوم مش نحكيه على قصة السينما والأطفال بشكل يعني سينما وأطفال يعني نحكيه على برشة حاجات الطفل الممثل نحكيه على السينما اللي فيها أو الأفلام اللي تتحدث عن الطفولة نحكيه على الأفلام الموجهة للأطفال يعني عندك أكثر من زاوية تحكي فيها في هالموضوع هذا خاصة وأنه نعرف نحن أنه أفلام الطفولة دايما تكون صعيبة إن كان موجهة إن كان تحكي إدارة الولد أو مواضيع إدارة الممثل الطفل اليوم فرحانين برشة احنا في بودكاست سينما سينما اللي معانا المخرج التونسي أنيس لسود اللي خدم برشة على موضوع سينما الطفولة عنده عدد كبير من الأفلام اللي كانت تتناول هالموضوع هذي وأيضا عاملة مع عدد كبير برشة من الولد الصغار نحن فرحانين أنه أنيس معانا اليوم في بودكاست سينما سينما أنيس لسود مرحبا بك معانا وطبعا اليوم موضوع حلو برشة حلو أنه نحكيه في هالموضوع معاك خاصة وأنه أنت عندك خبرة كبيرة في مجال العمل مع الولد الصغار في السينما هيتخل نبدأ بالمحور نحكيه على فعليا اختيار الولد أو اختيار الأطفال المشاركة في العمل السينماية فمصيفات معاينة تبحثون عليها في الطفل الممثل وكيف يتم اختيار الطفل الممثل كيف تتم إدارته وخاصة وأنه أعتقد أنه فيها تحديات وفيها يعني أصعب برشة إدارة الولد من أنه تكون إدارة لممثل ربما كبير في السن وعنده خبرة كبيرة شنية المهارات التي تطلبها وكيف يتم التعامل مع الموضوع من جهة نفسية واجتماعية وغيره برك الله فيكم على الاستضافة أو الحاجة وتسليط الضوء على هذه النوعية من الأفلام الموجهة للأطفال أو على الطفولة شكرا شكرا لأن لتعرف الموضوع هذا معناش تقاليد كبيرة فيه معنتها تقاليدنا لصنع أفلام موجهة للأطفال ما زلت نوعا ما جديدة في مجتمعاتنا العربية يمكن أن أنا تجربتي السينمائية التي اتطورت ما بين وثائقي وروائي وانيميشن خلتني نكتسب خبرة في المجال هذا وأظن أنه لما نكتب الأطفال أهم شيء هو البحث عن الممثل على الطفل الممثل لكن أنا نقعد واعي للطفل هذية كيف ممكن البحث عنه في أي مكان خصوصا أنه السيناريو يكتب أولا بمعنتها معماتها ما بين السيناريست ما بين الناس تكتب سيناريوات وفي نفس الوقت نكتب منوشة نظر الأطفال الكتابة الأولى اللي هي السيناريو دائما صعبة لأنك تحكي من وجهة نظر طفل صغير أو بنت صغيرة الأول حاجة هي الكتابة الأولى هذية من وجهة النظر هي صعبة ياسر لأنك تحاول تتقمص تدور هذية وتعيش من عينين الأطفال هذية لما نصل الكاسينغ وهي أصعب مرحلة أظن في اختيار الممثلين في تجسيد السيناريو هو البحث عن الأدوار الرئيسية كانت بنات أم شبان صغار أطفال صغار في مقتبل عمر في الطفولة الأولى أو الطفولة الثانية أو الطفولة الثالثة تبدأ الأمور تتشبك تبدأ تصعب خصوصا على المخرج لأنه يحاول تشسيم هذه الكتابة إلى صور إلى شخصيات إلى نفسية إلى سيكولوجيا أطفال في عمر معين وتبدأ عملية البحثة التي هي الدوم أشهر دائما في أفلامي أصعب مرحلة هو وجود اختيار هذا الطفل الممثل أو البنت الممثلة وتبدأ عملية البحث مع المساعدين في أماكن نبعتها دائما الشخصية ترتبط بالمكان إذا في الريف نبحث في الريف إذا في المدينة نبحث في المدينة إذا في حي شعبي نحاول نجدوهم مع الأطفال هؤلاء في أحياء شعبية أو أحياء عندهم أكثر إمكانيات هذا كل تبدأ حاجة رسيونال حاجة علمية لكن في الآخر هو مقابلة هذا الوجه هذه الروح لأنه لتعرف الطفل نعم لا لا نسمع فيك قلت حلو لأنه الحديث اللي تقول فيه فعليا حلو أه حلو أوكي لكن أمين أمين سمحوني نكمل الفكرة متاعي في مواصلة فكرة متاعك فقط في مواصلة لأنه كانت حب تسأل على قطحة هكا هكا ولا تحب السلعة الشخصية الرئيسية معناتها كوت فودغ أو عرفتك النظرة الأولى تجزد الطفل لكن تختاره على كثير من الأشياء أول حاجة هي جسدية الوجه الملامح العينين الشعر الجسد لكن كذلك الشخصية شخصية هذا الطفل وأكثر حاجة اللي نعمل عليها في أفليم هي هي الهشاشة هي هشاشة هذه الأطفال لأنه لما تكتشف شخصية الطفل وتحكي معاه وترى وضعيته العائلية وضعيته الاجتماعية وضعيته النفسية تبدأ تدخل في اختياره لدور معين للدور الرئيسي أولا ومعض الأدوار الثانوية وهذه أكبر أكبر حاجة مخترى لأنه لما لما تقوم بكالسينج جيد مع الأطفال ممكن الفيلم الكل يروح مزبوط طب أنا عندي سؤال بتختار الطفل بيكون في مواصفات معينة بتشوفوا فيها بتلتقى معه بتحكي معه لكن خلال التصوير وقبل التصوير هل هناك أكتن كوتش أو مدرب تمثيل وهل هناك أيضا جلسات نفسية وجلسات تحضرية لهذا الولد لأنه نحن نعرف الولاد فينا ما نتوقع منهم إشياء أو نتوقع منهم إشياء غير منتظرة وكمان مزاجهم بيتحكم بأداء وكيف رح يكونوا على موقع التصوير وعوامل عديدة أنت كيف تتعامل مع هالموضوع هذا أنا أظن أنه تحذير هذا كله شغل الأخراج أول حاجة نعملها أنا هو كسب الثقة ثقة الوالدين العائلة فيما يخص علاقتي مع الطفل أو الطفلة هذا أهم شيء اللي يثبت علاقة صحيحة مع الأولياء وكذلك مع الطفل أنا عندي تقنية بسيطة جدا استعملها في كل الأفلام هي أن نقابل أولياء الأطفال مع الأطفال ونكون أنا معناتها كان والدي معايا حتى نحاول نكون أنا كالطفل أيضا مع الأب وتصير نستدعاهم على فطور اللي يخلي الثقة هذه تثبت تثبت ويراني في عائلتي كطفل أيضا وهذا أهم شيء هو كسب ثقة الوالدين والطفل في نفس الوقت هذا إذا تحصلت عليه تسهل عليه المأمورية من بعد لأنه أخطر شيء وأصعب شيء هو كسب الثقة يعني من بعد كل شيء يسهل هذه أول هذه أول مرحلة لكن المرحلة اللي من بعد نقوم بتدريبات على السيناريو لأن الكتابة الأخيرة للسيناريو اتطم على الكاستنج لما أختار الشخصيات الرئيسية خصوص الأطفال والملكبار الممثلين نقوم بعملية مثل المسرح ناخد مسرح مدة شهر أو شهرين مثلا في جاتحة كاننا على مدة شهرين وعودنا كل السيناريو ومثلنا كل السيناريو وبالطريقة هذه كتبنا الكتابة الأخيرة للفيلم من وجهة نظر الأطفال وطريقة كلامهم لأن الديالوج في الآخر هو ديالوج سيناريست لكن لما نقوم بهذه الورشة العمل مع الأطفال نخلق الديالوج الصحيح لخارج من الأطفال في هذا السن في هذا الوقت معناتها في 2022 كيف يتكلم الأطفال كيف يعيشون الـ الـ معناتها كل مشاهد الفيلم وبالطريقة هذه نتمكن من الوصول إلى الحقيقة على الأقل الحقيقة موجودة في الفيلم في طريقة الأداء والتي تقترب كثيرا من حقيقة الأطفال الممثلين أنيس عندك تجارب كبيرة برشة بسراحة أنا نذكر الفيلم الذي نتفرش فيه نذكر وصبت العيد كان بالحق من الأفليم الذي مستني برشة نذكره ونحبه برشة أول أول ما تخرجت من الجامعة 2013 كانت تصغير كتير فأي نذكر الفيلم هذا نذكره بالذات ونذكره بعد أنه كان عندك برشة عمال عندك برشة اللي يتعاملوا في مهرجانات عربية فريقية دولية اللي يكونوا خلينا نقوله يتخصوا في مجال السينما الأطفال أو الكتابة في مجال الطفولة أنا اليوم نحب نحكي معاك على الفرق هذا سينمائيا اليوم فما فرق كبير ما بين السينما والأفلام اللي فيها الطفل هو شخصية رئيسية ما بين السينما اللي هي تتحدث على مواضيع تخص الطفولة وأحيانا أغلب المواضيع اللي تخص الطفولة قد تكون الأفلام حتى ما هيش موجهة للأطفال وما بين الأفلام اللي هي موجهة بالأساس للأطفال كأفلام أو أفلام قصصها تكون تقرب أكثر للولاد الصغار وفيها فرق كبير وما بين الأفلام اللي هي تجارية كيفش نجمه نفهمه علاقة الطفل بالسينما وين أقرب حاجة أنت تحس روحك نيس لاسود كمخرج في هذا المجال تحديدا وين أحلى حاجة ربما أنه يكون الطفل فعليا موجود فيها في السينما القصص اللي تحكي على الطفولة أو الأفلام الموجهة للطفولة أنا أظن كل حاجة يمس من مخيلة الطفل معناتها كانت أفلام من وجهة نظر أطفال ويكون الفيلم محمول من وجهة نظر طفل يعيش تجربة حياتية أو دراما أو قصة كالأفلام مثل السندباد البحري أو أفلام تخلي المخيلة للأطفال تنفجر معناتها تخليه يعيش انفجار معناتها انفتاح تخلي الخيال المتاعه واسع أظن أنه نوعيتين مهمين جدا للأطفال لأنه النوعية الأولى تخلي الطفل يعيش تجارب خيالية معناتها من سيانس فيكشن أو أنيميشن تخليه يعيش مع شخصيات اللي ممكن حتى تتجاوزه في العمر لكن فيه معتها دائما ضوابط للسن معتها دائما يزبنا نضطو السن العمري ليك أي فيلم أو أي أي تجربة سمعية بصرية بصفة عامة لكن كذلك الأفلام اللي أنا نحس روح يأرتح فيهم هم الأفلام اللي تحكي من وجهة نظر الطفل يعيش تجربة خاصة في عمر معين بكل بكل حواسها معتها هو كيف يعيش سيكولوجيا الطفل شيء معين ممكن يكون مصيري في حياة الطفل أو أو حاجة تخليه يحلم أو حاجة تخليه يواجه عالم الكبار لأنه دائما أفلام الطفولة تعيش معناتها عالم الكبار وعالم الأطفال مختلفين تماما من وجهة النظر لأنه بعض مرات حاجة تضحك الكبار عند الأطفال تكون مصيرية حاجة بسيطة جدا رأوا مثلا طفل يزرع النقود يزرع النقود مثلا للأم أو للأب هي حاجة مضحكة وتخلي الأم فخورة بابنها لكن الطفل في مخيلته هي حاجة مصيرية حاجة ممكن تهزه إلى معتها طرق خطيرة وهذا وهذا الموجود ما بين عالم الكبار وعالم الزغار هو ليخلق فيلم الأطفال هو ليخلي الفيلم متميز من وجهة نظر طفل لأنه هذا يخلي الطفل في قاعة سينما أو أمام التلفزيون يعيش تجربة سيكولوجية عاشها في المدرسة عاشها في البيت مع والدته مع أمه مع جدته مع كذا يخلي يعيشها بطريقته وأظن أخي أمين أنه السينما عنده قدرة عجيبة في إخراج الأطفال من عزلتهم لأنه لما الطفل يعيش تجربة تجربة فيلم يشارك يشوف مشكلته في فيلم تخرجه من العزلة بتاعه لأنه هذا يقود السينما يعرف مشكلته غير خاصة به وممكن يتشاركها مع بعض الأطفال أو معتها موجودة مشكلته وهذا يخلي الطفل يتخلص من المشاكل ويكبر ويتجاوز هال المشاكل اللي يعيشها في طفولته الأولى أو الثانية ويكبر وهذا هو دور السينما ودور الصورة بصفة عام طيب إذا إحنا بدنا نقارن بين أدي كمية الأفلام الموجهة للأطفال من كم من هوليوود أو السينما الأوروبية أو السينما عالمية نسبة لكمية الأفلام العربية الموجهة للأطفال نحنا عنا نقص كتير كبير بالأفلام الموجهة للأطفال قد قمت بمجهود شخصة وكان صعب جدا إنك تقدر توصل هيدا الأفلام أو إنك تقوم بها النوع من الأفلام شو اللي بينقصنا إنه نقدر نقدم كمية أكبر نوع يعني حتى اليوم نشوف الجيل الجديد بيتفرج على قصص عالمية على أفلام عالمية بقصص مختلفة وببعض الأحيان للأسف فيها رسائل مبطنة غير صالحة للأطفال مع أنه هي بتبقى موجهة للأطفال أحنا في العالم العربي تعرفوا الصورة جديدة عنا أحنا اليوم تخلصنا من مشكلة الصورة لأن الصورة كانت نوعا ما ممنوع عنا اليوم عرفنا اللي الصورة هي نوع من أنواع التعبير وإذا ما نتعاملوش مع الصورة وما نربيوش أطفالنا على قراءة الصورة وصناعة الصورة هو مشكل كبير لأن اليوم الصورة غزتنا مع تغزيتنا خصوصا من العالم اللي صناع الصورة قبلنا إحنا نشوفوا كمية الأفلام اللي جينا من هوليوود أو معناتها من اليابان أو من أوروبا أو من العالم اللي تمكن وصنع منذ كثير من سنوات وخلق قنوات تلفزيونية وبرامج مخاصة للأطفال احتنا بالطفولة متاعه واحتنا ب مقدرة الطفل في قراءة الصورة وصنع الصورة إحنا في علمنا العربي كل شي جديد كل شي جديد ما زلنا الأطفال متاعنا اليوم يكتشفوا الصورة من خلال هذه الهوات في الجوالة اللي معناتها أصبحت مخترع للأطفال لأنه يشوفوا فيها كل شي يشوفوا فيها الإرهاب العنف الجنس اللي وحدها في سن مبكر وهذا أخطر شي لأن الصورة عن نحنا ما زلنا ما فهمناش اللي الصورة لازم تدرس في المدارس وهذا مشكل كبير لأن مثلا أنا كانت عندي تجارب أو ثلاثة أو أربعة تجارب في مدارس مختصة في صناعة الصورة الأطفال اللي هي تبدأ في الأعدادية كانت أعدادية سمعي بصري كنت زرت مدرسة عند ثلاثين سنة أو خمسة ثلاثين سنة في أوروبا في فرنسا في ماس كذلك في الهند عندهم أربعين سنة أطفالهم يدرسوا الصورة ويتعاملوا مع الصورة ويصنعوا الصورة لكن المدارس كلها جديدة إذا نشوف المدارس السينما في العالم العربي كلها جديدة وأقدمهم تونس ومصر لأن شيء جديد أنا أظن أنه مهم جدا أن نخصص باجت لتشجيع المخرجين والمنتجين لصناعة للأطفال لصنع أفلام للأطفال مثلا أنا حولت منذ سنوات أن نخلق كوتا نخلق نصيب لأفلام الطفل في وزارة الثقافة التونسية لكن صعيبة يسر لحكاية لأن غير مقتنعين للأطفال مهم جدا أن نصنعوا لهم صورة مخصة لهم لقلة الإمكانيات في تونس لكن أظن أنه اليوم السينما الموجهة للطفل هي أغلى أو بهضة في صنحة لأن مثلا فيلم جدحة اللي هو تطلب لي أكثر سبعة أسابيع تصوير اليوم لفلام تتصور أربعة خمسة أسابيع لكن أنا سبعة أو سبعة ويومين كان بهض على الإنتاج لأنه فيلم للأطفال دائما بهض منوعات للأطفال كل ما يخص الطفل بهض لأن الأطفال غير محترفين هو دائما شغل وتحذيرات وتعرف إذا تاخد شهرين تحذير مع الأطفال قبل الفيلم مثل ما صار في قطحة مع حتى الرمي بالسهم هذا كله شهرين تحذير مع محترفين هذا كل يتكلف على الإنتاج إذا من فهموش اللي صنع أفلام للأطفال هي باهضة وتتكلف أكثر معناتها غير أقل معناتها وهذا المشكلة هو مادية وكذلك خلق برامج في التلفزيونات اللي تختص بسينما الطفل معناتها نسنسوا أرواحنا ننجوا للأطفال ونشجوا على الإنتاج للأطفال طيب هدخل نحكيوا شوية سينماية نتوى خاطر فما برشا أفلام سينما في العالم في تاريخ سينما في طبيعة الحال في الانتاجات السينماية ومخرجين كبار اعتمدوا على الولاد في أفلامهم ربما ما فما حد اليوم حكينا على سينما بارديزو في الحلقة وحكينا على تورناتوري وتوتو اللي ما ينجم ينسيه توتو شخصية ولد الصغير هذك حتى إنسان منه جميع نذكره برشا أفلام حتى الأفلام العربية ندين لبكي كيف في المكفر نحو كلنا نذكره لولد هذك كيفش حتى تم دمجه في السينما والي هو بعيد كل البعد ومن بعد اشتغل رجع بمارفل بهوليوود اشتغل ايضا ندين لبكي في إنه صنعت منه ممثل وقام بدوره معناها بطريقة خلينا الكل انبهرنا بهالطريقة هذي سينمائيا فعليا نذكره بحب السيما مع محمود حميدة الولد الصغير هذيك إذن اللي قام بدور بصراحة رائع جدا في الجو متاعه في سينمائيا بالفعل سينمائيا التفل يزيد الولد يزيد برشا تحس يزيد سينمائيا يعطي حاجة نارش مختلفة خصوصا إذا كان ولد بارع وشاطر ويكون الولد هو الشخصية الرئيسية فعليا فيها إضافة كبيرة برشا للفيلم لو يتم بطبيعة الحال إدارة تمثيله بشكل مميز ولو أيضا إذا كيف تكون القصة والفيلم رائع فحلو برشا أنه يكون أطفال ولكن أعتقدها النوع من الأفليم حتى من الأمثلة اللي اتكرنيهم ربما هي أفليم مش موجهة للأطفال بالأساس ولا ما تشاركنيش الرأي لي لي أنا يظل كل راه نشوف فما أفليم هو تعرف الأفليم موجه الأطفال ما معنى موجه الأطفال هو فيه الدم معناتها العنف لا الجنس لا كذا فيه فيه ذوابت إذا نحطوا عشر سنوات فما فوق أو أثناش سنة فما فوق أو أربعتاش سنة فوق هو تحديد السن العمري والطفولة توفى في الثمانتاش حتى المراهقين نعتبرهم أطفال وعندهم أفلام مخصة لهم والأطفال اللي عمرهم ممكن يشاهدوا أفلام عشر سنوات فما فوق أو ثمانية أو ستة سنوات معناتها أطفال ثمانية أو عشر سنوات ما عندهمش نفس المشاكل مع أطفال عمرهم أربعتاش وخمسات سنة اللي هم مراهقين وعندهم مشاكل أخرى وعندهم هواجز أخرى وأحلام أخرى وأنواع كل شي أنا أظن أنه مهم جدا العمل للأطفال معناتك ينشوفه في الطفل اللي عمل في كفر نحوم أو فيلم جطحة أو أفلام أخرى معناتها في الواحد يخليه كما قلت لك معناتها إذا الطفل يحس روحه مرتاح في شخصية معناتها يدخل في الشخصية ويعيش مع الشخصية بدون عنف بدون معناتها بدون ما تأثر لهش في سيكولوجيته ما تأثر لهش في في حياته وبعد الفيلم ما فهمه مشكل معناتها هذلك الكل يدخل في تحديد السن العمري ومهم جدا هذا في السينما أنا أظن أن الطفولة إذا ناخذوا أفلام الطفولة نصعدولها من ننزلوا لهش ممكن نعملوا أفلام في مستوى انتظارات الأطفال معناتها نكونوا في مستوى أطفالنا لأن اليوم أطفالنا منفتحين على العالم يتفرجوا في أفلام من كل أنحاء العام للأطفال إذا أحنا في العالم متاعنا ما نحكيوا لهم مش حكايات اتهمهم رغم يبدلوا القناة يبدلوا ما يروحوا على السينما مهم جدا أن نخليهم يحلموا نخليهم نكونوا في مستوى انتظاراتهم نكونوا في مستوى تطلعاتهم وأحلامهم ولا نفشلوا معناتها يولي السينما معاش عندها دور تولي معنتها متخلفة يحسوها اللي هي غير غير ناجعة في تغيير حياتهم أنا نذكر فيلم اسمه فيلم بلجيكي بنت عمرها ست سنوات في هذا الفيلم تعيش تجربة دخول المكتب بعد وفاة أمها معناتها هي أول مرة تدخل للمدرسة بعد متوفاة أمها ونعيش تجربة الطفل هذية مع أخوها في المدرسة على الهرسلة خصوصا الهرسلة مع الأطفال الأخرين علاقتها مع المدرسة علاقتها مع الموت أنا أظن الأطفال في ست سنوات أو سبع سنوات لما يشاهدوا الفيلم هذية ما عندهم حتى انزعاج لأنهم يعيشوا تجربة البنت هذية من وجهة نظرها بدون ازعاج أو يجدوا أنفسهم في هذا الفيلم وهذا عمل كبير ياسر اللي يخلي الأطفال مرتاحين ويتخلصوا من العزلة متاحهم يتخلصوا من البتر اللي يسار لهم لأن الأطفال ممكن يسار لهم بتر في الطفولة متاحهم بتر فقدان شخص عزيز فقدان المدرسة فقدان البيت حرب كل شيء لكن كيفاش يكونش يحبار عليهم الأطفال هذوما هذا مهم جدا أن نصنع أفلام اليوم الشيء مثلا اللي ساير في فلسطين إذا ما نصنعوش أفلام على أطفال فلسطين ومعاناتهم لأن الحرب أكلتهم راهو العائلات الحرب أكلتهم من الجموش نقعدوا نتفرجوا من الجموش نقعدوا ننظروا لهم ونقولوا مسكين لا مهم جدا أنك تحكي أنك توصل بالصورة أنك تحكي عليهم لإخراجهم من عزلتهم لأن الطفل اليوم يفقد يد أو عين أو أم أو أب أو يرى منزل ويحطم أمامهم ما تجمش يكون عادي مهم جدا الصورة أفلام تعاونهم من الخروج من هذه العزلة يحسوا لواحهم شاذين في هذا العالم لأنه يحس روحه كأنه مغلق عليه وهذاك العالم متاعه وهو نوع معناتها شاذ لأ هو طفل مثل الأطفال يجب أن نخرجوهم عن طريق الصورة راح يصورة مهمة جدا لإخراج الأطفال من عزلتهم فعلا موضوع جميل جدا وأشياءك وهناك العديد من الأمثال لأفلام أطفال انتركوا بذكرتنا قد كمان ممكن يواجه أمور الطفل وكيف ممكن يكون هذا الشيء عنده تأثير نفسي وتأثير على طريقة تصرفاته اللي دايما إلى مبرر والنقطة الأخيرة نيس بصراحة نقطة مهمة برشا خاصة أن أطفال غزة اليوم نعرف أنه فهم برشا أفلام على أطفال غزة خاصة أن أفلام وثيقية وحتى أكيد وأنه مش نشهد عمال سينماية كبيرة تتناول ما تحصلوله واليوم على الأسف ما زال قاعد يصير لليوم في فلسطين ولبنان كيف كيف وكل معناه أنه المشاكل الكبيرة اللي تعارضوها اللي نشوفها في أفلام شفنا زيدي كيف كيف بيسان اللي ترشحت حتى شفنا أفلام قبل فلسطينية حتى ولو هي مش طفلة معناه أنه تعتبر يعني كبيرة شوية في العمر ولكن في الحالة تعتبر صغيرة معناه أنه شابة وتنقل في المشاهد يوميا مراهقة مراهقة يعني أنه يعني حاجات مهمة ومهمة برشا خلنختم سريعا هكا فيسا فيسا ناخو حاجة أنا يسبب حذينا نستغل ووضوع الطفول لو السينما يزمنا نستغل هذا الكل واليوم اليوم اليوم التطور التكنولوجي والحاجات اللي واللي تصاير في الدنيا فعليا تخلي ربما الجيل جديد ربما ويحتاج مادة سينمائية مختلفة على المادة السينمائية الكلاسيكية اللي عرفناها في الأفلام واللي شفناها في الأفلام أنا أظن أن تطور هذا معناتها تطور الصورة وسهولة استعمال الصورة أهم شيء هو إدراج السينما في التعليم راهوا اليوم غير مقبول أنه السينما لا تدرش في التعليم لأنه اليوم أطفالنا محتاجين أنهم يتعلموا من خلال الصورة ويعرفوا يصنعوا أفلامهم أو صورهم في نفس الوقت لأنه اليوم راهوا صنع فيلم خرجنا من صعوبة التقنيات بهاتف جوال أو معناتها بآلة تصوير ممكن تصنع فيلم وتعبر عن أفسك أنا مهم جدا أظن أنه أطفالنا اليوم إدراج السينما في التعليم أطفالنا مهم جدا أن يشوفوا أفلام وكذلك يتعلموا صنعوا الصورة هذا ممكن يخليهم يقرأوا الصورة أحسن وما يخافوش من الصورة ويتعلموا ويتعاملوا مع الصورة اليوم إدراج السينما في التعليم في سن مبكر راهوا ولا حاجة ضرورية لأنه مثلا لما الطفل يشوف مشهد مشهد حرب مثلا أو أطفال كذا معتهم مهم جدا أنه في المدرسة يحكيوا مع الأولياء يحكيوا مشهد في الجنس أو مشهد إرهابي أو كذا مهم جدا أنا نحكيه على الصورة لي نتخلص من وقع الصورة على أطفالنا بالضبط سينما الأطفال بكل جو نبا صحيح نحن نتمنى لك أيضا التوفيق في كل عمالك المخرج لسينما التونسي نيس لاسود وشكرا أنه كنتم معنا اليوم في بودكاست سينما سينما فرحنا برشة بحضورك وعنده جولي على الفستيبالات كمان نتمنى لك التوفيق إن كان بالماستر كلاس أو المشاركة بالفستيبالات سريعا جدا أنا حبيت نخدم اللي لدينا مولود جديد مولود جديد اسمه حدود الله هو فيلم يحكي على الطفولة بدون سند عائلة هو طفل عمره 18 سنة وحبيت نحكي على هذه الغرفة المظلمة في الأطفال اللي ما عندهم ش سند عائلة اسمه حدود الله كان عنده عرض في القدس في المهرجين الفيلم العربي في القدس وإن شاء الله نشوفه في مهرجينات أخرى إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لألك والفيل أكيد نحن بانتظار نشوفه كمان بأماكن أخرى وهلأ منا نختم أمين أكيد ولازم نختم نسلمه على أنيس عتي الساحة اليوم على حضوره معنا شكرا لألك أنيس الأسود ونحن ببودكاست هيدا الأسبوع من سينما سينما خلص متمنى لكم البودكاست قبل ما نقولولهم باي باي تلقاوها على يوتيوب العربي 2 شاو باي باي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة